موسيقى موسيقى اهلا وسهلا فيكم مرتاني الان في هذا الفيديو حنسوي اشي مختلف في الفيديو الماضي احنا زبطنا العالة تبعنا وزبطنا الانارة وصورة المدينة عن جد جاهزة بالانارة هذه لانها تكون مكان للمعركة تبقيتنا طب بس احنا كمان بدنا نسوي شوية شغلات في هذا الفيديو لاحظ المكان اللي انا واقف فيه شوف هاي المنطقة هون البرج هذا الي هون لكي تمسك هذا البلوك الارضية هاي تضعط عليها بالنقرة اليسار وبعدين نأخذ نسخة عنها نحولها لجدار يسكر المنطقة هاي فما يكون العالم مفتوح يشوف كل ديكورة الارضية والعالم نحن نحدد اللاعب بمنطقة يمشي فيها احنا جبنا هاي الخريطة نعم بس لازم نعدل عليها نسكر المنطقة من هون نحط جدار فخلينا نسحب الارضية هاي بس بدناش نشيلها كلها بدن نأخذ نسخة عنها اسهل طريقة لنسخها خلينا نطفي هاي اسهل طريقة لنسخها ونطفيها كمان هون هاي ملفات موجودة في ملفات كتير طب انا ما رح اكبس كونترول سي كونترول في وانسخ 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 لا فيه طريقة تانية في برنامج اندريال انجين جميلة بتظلك ضغط على الالت وبتحدد السهم الازرق اللي اللي لفوق وبتسحب لفوق بالماوس لاحظ الان ايش صار اخذت نسخة تانية عن الارضية شوف صار عندي نسخة تحت ونسخة فوق الان انا شو اللي عملته كل اللي عملته اني ضغطت الزر الالت طيب الان احنا كنا نشغلين الاسهم بزر الو نضغط الزر الالت وبدي انا اسوي دوران بدي اخلي هذا المجسم يلف حوانين ال اكس اكسس انه يصير عمودي تسعين درجة ممتاز خليني اجيبه لهون لو انا بدي اعطي ملاحظة لما انجله اذا بضغط shift لاحظ انا بضغط shift تتحرك مع الحركة طيب انا بدي اجيبه هون بهذا الشكل مبدئيا تمام خليني ادخل جوا وامسك هاي واضغط شفت مرة تاني اشوف الزاوية ممتاز الان الحارة مفتوحة في فتحة لسه بالحيط خليني نجي من هون ونجيبه هيك الان سكرنا كل اشي بطل في ممرات جانبية ممتاز جدا هيك صار عندنا هذا الجدار واللاعب ممكن يبدأ من هذه المنطقة اول ما يبدأ بهذا الاتجاه بتطلع ورا بلاقي الدنيا متسكرة ولازم نجبره احنا بطلع من ورا كيف من ورا صار عندنا الحيطة فيها المربعات يعني ما فيش ماتيريال بقولك انه ما في ماتيريال في ماتيريال احنا نضع الماتيريال بنختار الاليمنط او في طريقة ثانية كمان سريعة تحدد نفس الجدار اللي حطينا الارضية اللي شغلناها بتضغط اي على الكيبورد وبترجع تضغط بتضغط وبتدورها طبعا هو قاعد باخد وقت ممتاز مئة وثمانين درجة اخدنا نسخة الآن خلنشوف الآن اخدنا نسخة من هذه الجهة خلنشوف الجهة التانية خلن نضغط احنا الآن ونطلعها لبرا شوي رح تزوط الجهة الآن هيك صار عندنا جدارين نلزقين في بعض ممتاز وفي ممار فوق ومن هنا طوب وكل الاشكال ممتازة بهاي الطريقة الآن صار عندنا كل شيء تمام تمام يبدأ اللعب يبدأ من هذه الجهة وراء جدار والجدار حتى من الجهة التانية كويس طبعا أنا بدي منك شغلة بدي منك الآن تصور المدينة وتصبطها بطريقة ما يطلع اللعب برا حدود اللعب تبقيتنا يعني انت ممكن تصورها من هون ممكن تحط الدرونز هون انت شوف هذا الطريقة المناسبة للك وتحدد مسار اللعب تختار له كيف يتحرك يعني ما تلاقي انه بل تفوت من هون يروح هيك يروح هيك بدنا نسيطر على التحكم في اللعب انه نقول له انه انت لما تلعب بلاقي مثلا درونز هون فبلاقي هاي الطريقة مسكرة من هون فبتطر يروح من هاي الجهة بعد ان يدخل لهيك بعد ان يجي من هون فانت برجعلك تتحكم باللاعب تبعك لكن احنا كان مهم جدا نبدأ الآن في اول شغلة ونحط الجدار الخلفية وتعلمنا كيف نسخنا وكيف حركنا وكيف عملنا نسخ بالتحريك وكيف عملنا النسخ بالدورة الآن بكون هذا الفيديو خلص بشوف فيديو البعده في امان الله